ما نطمح إليه هي السلمية وليس السلبية دائماً هذا الوجه المشرق لهذه الاحتجاجات والتظاهرات كما تحدث الأخ هذا الوجه المشرق أنا طبعاً اطلعت على آراء شعوبنا في الوطن العربي وما نلاحظه شون كان أجوبتهم يتغنون بالعراق والله يعني حتى قبل أيام اطلعت على تصريح للممثل الكبير العملاق عاد الإمام يتغنى بالعراق وبهذه الاحتجاجات وسلميتها ونضوجها وتصديرها للمجتمع العربي من الجزائر من تونس كلهم يقولون حتى دول الخليج العربي يقولون الله كم نحب العراق هذه الاحتجاجات أظهرت الوجه المشرق للشاب العراقي